اشتركوا في القناة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وخلال اللقاء عبر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الاتحادان من خلال وضع الخطط والبرامج على الشكل الذي يحقق مزيدا من التقدم في مستوى الألعاب الرياضية ومنتسبيها والتي تدفع نحو تحقيقها للنتائج المتميزة بعدها اطلع سموه على الخطط المستقبلية التي سينفذها الاتحادان خلال الفترة المقبلة متطلعا سموه لاستمرار الجهود لتطور وتقدم الرياضة البحرينية وقال سموه هدفنا دعم الاتحادات الرياضية للمواصلة في خططها وبرامجها من أجل الوصول للمستويات الرفيعة للارتقاء بالمنظومة وتحقيق المزيد من المكتسبات الرياضية التي تؤكد على ما وصل إليه القطاع الرياضي البحريني من نجاحات ومكانة متقدمة تعزز موقع البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية من جانبهم عبر رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ورئيس الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية والإلكترونية عن تقديرهم الكبير للدور الذي يطلع به سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة لخدمة القطاع الرياضي مؤكدين أن الجهود المتميزة التي يبذلها سموه تلعكس إيجابا على الدفع بعجلة التقدم في هذا القطاع الحيوي مضيفين أن الاتحادين سيواصلان تنفيذ الخطط والبرامج التي تتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة لتطوير النظام الرياضي على جميع المستويات تم التشاور عن احتياجات الاتحادات واتحاد اللعاب الذهنية بالخصوص اليوم وتلقينا كل الدعم والإشادة بإنجازات الاتحاد خلال الفترة السابقة وإن شاء الله حسب تفجيهاته السديدة رايح يكون هناك عدة فعاليات بعد الجائحة بإذن الله ووجه الاتحاد لتعزيز المشاركة الداخلية والخارجية وهو ينظر عن كثب في هذه الإنجازات وإن شاء الله جميع الاتحادات واتحادنا التحاد العاب الذهنية ينظر إلى تحقيق الميداليات بإذن الله في القريب العاجل في السنوات القادمة وإن شاء الله يتكون أعوامنا كلها أعوام ذهب وأعمال تحديات وإنجازات في نفس الوقت الاتحاد البحريني للعاب الذهنية والإلكترونية في خلال السنتين عمل مجهور كبير في سواء للعاب الذهنية أو للعاب الإلكترونية وأيضا حظة بانتشار في المدارس والفرجان وأيضا أماكن تواجد الشباب وإشراك الفتيات وأيضا أصحاب الهمم في البرامج والأنشطة التي قدمت الاتحاد خلال السنتين السابقين